الانترفيو مع زينا فما حتى تبدل في المجلس الأعلى للقضاء المؤقت ما هو يخدم ما هو المطلوب منه وما هو الغير منجز ما زال معه حتى التوى قبلها نبدأ معك كقاضي الوضع العام اليوم في البلاد وخاصة 48 ساعة اللي صارت من الإقافات هل الإقافات هذه في محلها هل الإقافات هذه عفوا على ملفات دسمة أو كما تقول أنت في عدة تدوينات مدام ما تبدل شيء شد سيب منين تحب نبدأ الأجوب منين تحب أعطينا الوضع العام في البلاد وقراءتك جميلين كيف تشوف اليوم الوضع العام في البلاد أنا من الناحية التقنية نحب نأكد إلى حد الآن ما فماش إقافات أصلا يعني الإقاف بمفهوم القضائي ما هوش ما يروجوه في الفيسبوك ولا في الجرايد ولا في الإذاعات لأنه عدم فهم دقيقة الآن فما ما يسمى التحفظ وبعد الإقافات أو الإقافة التحفظي هو قرارات قضائية مرحلة التحفظ هي مرحلة يقوم بها باحث البداية للأمن وهي من صلوحيات ويعلن عليها ويستشير فيها نيابة العامة أما هي مجرد هي التحفظ أو احتفاظ معنى إحنا قرارات إلى حد الآن بالإيقافة التحفظي سواء من النيابة العمومية أو من حكام التحقيق أو غيره بحيث في خلط من الجانب هذيك وتوقف وإيقافات قضائية وثم الطور القضائي معتها ما زال ما زال ما زال ما بديش معنى من ناحية كي يقولوا ما زال ما بديش معنى نحسبوك الكارون تويتر وغفمانية وربعين ساعة المدة متاع الإقاف لا فما أجال تختلف معنى في الإيقاف التحفظي أو الاحتفاظ هذا في أجال معنى تنجب تكون قولوا إحنا في الجنح أربعة ثمانية وربعين ساعة قبل التجديد مرتين أربع أيام في الجنح ثمانية وربعين ساعة معا أربع وعشرين ساعة في مساء الإرهاب خمسة عشرين يوم هذه التحفظ هذه من وكان في في أوقات سابقة كان أكبر كانت المدد كبيرة في التحفظ متاع بحث البداية أو الجهات الأمنية المختصة بحيث القضاء معتها كإيقافات صادرة على نياب العام أو صادرة على حكام التحقيق ما زال ما أصدرش قراراته ما زال هو معتها هو معتها الإيقافات في ذهن الفيسبوك في ذهن وسائل الإعلام المتداولة دوق اللي صارت أو نفهمه منك رو الإيقافات خاصة طعام 48 ساعة الأخيرة هي إيقافات تحفظ هي متاع بحث البداية هي تحفظ أي تحفظ مش يخاف تحفظ تحفظ احتفاظ يسمى احتفاظ احتفاظ تقو وهو من صلوحيات البحث البداية ياخذ فيه الضوء الأخضر من النياب العام أما من صلوحيات المختصات وفي المدد اللي نص عليها القانون دوق على هذا نفهمه وقت يخرج محام يقول رو نيابة العمامية ما في بالهاش ولا ما تعرفش وين لا الاحتفاظ يتم بالضاول الأخضر تعال نيابة العام ذات الصيلة المختصة ايه من علش محامين يقولون ما في بالهاش أو نيابة العمامية تقول ما نعرش نعرش وين نمشي ما نعرش وين نتوقف السيد ما نعرش المتهم فلان يدوين كهي في بالها والاحتفاظ ما يصير إلا بأعلم نيابة العمامية ايه لك كتاب للنيابة العمامية في جهة معينة هي اللي قاعد تولى نمشي ممثل نيابة عمامية في جهة أخرى بطبيعة ما شكولك في بليش معاليه الناس اللي مشات لنيابة العمامية بتونس ممشيوش 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 القطب القضايا يعني مكافحة الإرهاب اللي هو أذيناها بالإقافات مثلا مثلا أعطيت مثل وثنين فما هو وصحيح عادي وطبيعي أن الإعلام يحكي وأنه الفيسبوك يهتز وكذا كل ما فيه معناها الناس مشعة في المجتمعات متاحها بأي وجه من أشعاع وأوجه الأشعاع فهو يصير مادة إعلامية جيدة للحديث للعمل الصحفي للعمل الإعلامي كذا ممغيب الرواية أو التصريح أو موقف رسمي متعرف حتى شي لني بتتكلم لداخليها بتتبالغ للعادل بتبالغ عادي باش الناس كل كل وحد يحكي روايته ويدعي مصادره وإن أنا رأى من العادي أن وسائل الإعلام وأنه وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت إما ما نحطوش نفس الكفرة وسائل الإعلام حاجة وفيسبوك وغير وحاجة ما يتدخل فيه حتى كل وسائل الإعلام زاده داخل مرقمة وليها صفحات فيسبوك إياه وكذا وسائل العلمة تعطي معلومة لما تثبت عادي أنه كما الناس مشعة في مجتمعاتها وعلى يقع بلاحقتها أو بداية ملاحقة أو حتى كذا يتحدث على هالناس كل طبيعي ولكن هذا يبقى ديما من حق ومن طبيعة التفاعل بين الإعلام والأوضاع متاع الناس ذوي الأشعاع ذوي التأثير في الرياضة ولا في الثقافة ولا في السياسة ولا في البال والأعمال عادي ولكن القضاء هو شيء آخر أنا نحب نتمن رأي العام لا يتأثر اليوم رئيس القضاء بما يقال في وسائل الأعلام بما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي هل اليوم القضاء بمن أفعلنا عن التجذب نحب نتمن الرأي العام وتوانس كل طبقة النخب والطبقة المثقفة والنخب أن القضاء تونس يرى هو قضاء حكيم قضاء قوي في العدل وقضاء مستقل وقضاء رزين ثابت وعنده آليات الرقابة على العمل المتاعه بحيث أي مجال ليعطى الاتباع بأن المسائل المحالة على القضاء تنتهي قبل أن يتعهد به القضاء أصلا هذا كلام مردود على من يريد الترويج لذلك قضاء التونس قوية في الحق وقوية في العدل والحس العام الموجود عند القاضيات وعند القضاء التوانس هو حس روببليكا وحس حكيم وحس معنا تأسيرون يتمن الجميع ولكن رأيس أحنا مردود مردود ونعرف مردود وتقييم ثبت فيما سبق وسيثبت في المستقبل قوة العدل والقانون هي الموجودة في القضاء التونسي حيث كل يحاولون أن يعطيه انطباع غير هذا أو صورة غير هذا هو التشويه لمرفق هام بل يقول ويليام شيرشيل يقول أنه من أهم المرافق في الدولة وكان يسأل عليه حتى في زمن صعوبات مرتبها بريطانيا وابن خلدون يقول العدل هو أساس الأمراض وواعيين نحن بالمسؤولية فما حتى مشكلة معاوض أقول لك لما نشك في عمل سيدة القضاء ولكن اليوم المعلومات التي قاعدت جاء أو تتواتر وأنه فما ثمانية تقريبا خلينا نقول عدد من القضاء اللي تمنحت لهم أو توفرت لهم حماية أمنية مشددة على ما يبدو في علاقة بالملفات بتاع الإقافات التاع 48 ساعة الأخيرة أولا هي معلومة فيسبوك انت تجد فيسبوك هاي شوفتها صحيحة ولا مسححة زملائكم حتى تكون صحيحة صارت دايغ انت من الناس اللي كي خذيت ملف في وقت الناماء تعالف تعاليك الحماية الأمنية مشددة في ملف الشهيد بالعيد يا رحم وإن اللي أنا عندي ثقة في ربي وفي روحي رفضتو وقت كون في دايات الأتيام معي اي نعم اي الفضل وحتى زملائي رفضت اي بي واخلينا قرارات عادلة قانونية شجاعة معتها أيدتها محكمة التعقيب وهذا شكرها وأيدها رأي العام ذاتها وهي الحماية الأمنية شو المشكلة شنو معليها حماية أمنية الإيقاظ تخاف عليه تخاف عليه تخاف عليه الملف شنو معني لا إذا كان هو باستهدف في شخص وإذا كان يعني في عمل معتها فما ينجي من سبب له في ردود فعل تمس سلامته البدنية أو هو أفراد أسورته من واجب الدولة أن توفره الحماية شو مشكلة خاصة اللي ينظروا في ملفات في علاقة بالإرهاب جاني غالما والله أنا في كدارة الظاهرة بتاع حماية السادة القضاء دور في إيطاليا مع المافيا وكان فالكوني ومن معه كان هم الوفرون من الحماية لأنهم كانوا يقاوموا معانا في فساد مالي واختصادي ما هوش في إرهاب معاتها بمفهوم الحديث أو ببنية الحمايات المقربة والمشدة والمشدة رأوا شو معناها مشدة معناها أعطوه كرهبة حمي أبني لسيق يعطوه أسمى يخي هم أعطوه كرهبة بربال معنات القادة باش أعطوه كرهبة بربال فيها أقدمو شددة حمي أبني لسيق وكذا وزوجته أبنائه بربال ما هو بعض الأعوال معناها مش يراه يرافقوها عن قرب هكه ويعبد الله وعلم بعدك زوجته أبنائه كيفيش شوه المحاكم معناها فما تخاوف اليوم في صفوف القضاة كان نحل ملف معين سلمة تتمس أو يخاف على عائلته فما اليوم موجودة في الكارير كل متع القاتل خاصة في المادية الجزائية موجودة موجودة الهاجز أنه يقع ضد ورد الفعل موجودة ولكن نحنا قوة ذات نقوم بالعدل وقوم بقوة قانون من نظر موش الناس ومن خافوا محد إلي من ربي نتوهم الي عندك واجب التحافظ نتوهم اليك تقعد تسيس على روحك في الردود والأجوبة ولكن موش هكا عوتنا رئيس استمسى عندك أجوبة في الصميم فما قضايا تتطلب الحماية وعلى الدولة توفير الحماية لساد القضاة كل ما تتعرض سلام أنا نعف اللي انت مطلع جدا وكي ما نجيتش مطلع ما كنتش نستدعاك نعم فخلينا نخطوش محاسن عمات حماية أمير على خاطر نعرف اللي عندك معلومات ونعرف اللي على اتصال بسادة قضاة مباشرين وغيره شو قاعد يتقال لنه فما تخوف فما فعلا ملفات دسمة فما إيقافات صارت بشكل اعتباطي أم ليه فما ملفات فما حتى قاضي خاف إلا من ربي ما خاف من حتى وح ما تفهمين والناس شين تخاف اللي انحرفوا يا رئيس فما ملفات دسمة فما إيقافات صارت على خاطر فما ملفات ولا نرجع لهاكي جورمات الأمن يشدوا القضايي سايد أنا هم ليه قافلتها كاليم سا ما كنتك مزيل مقعشي قافلت سمعت بطاقات إداع صدر على النيابة العامة ولا على حكم تحقيق التحفظ اللي ساعد التحفظ هذاك هو حق وغير نتبه النيابة العامة كلهم في اختصاصي قرارات إداع مزيلت على حكام التحقيق ولا على النيابة العمومية مزيلت وكي يستوجب الأمر لا يخاف أعضاء النيابة العامة وألم لهم ولا يخاف حكام التحقيق من أين كان إذا كان فما مبريرات موضوعية حقيقية لا يخاف وكذلك نفس الذي يودع ينجم يعطي بطاق الإفراش نفهم حتى القضاء التونسي مبني على العدل والشجاعة أضبك أزوز أعدل والمعايدات ما عندك في الملف العدل هذا كم من العدل العدل والشجاعة لا نحبوش نحبو الناس يثقوا فينا وما يحبوش ناس خافوا مننا وأنو الحملة الإعلامية موجه لتخفيف الناس من القضاء راهي مغلوطة وين الحملة الإعلامية؟ إعلامية كبيرة في الفيسبوك كل وقعت لك يفصل بيلي يا رئيس الفيسبوك مش معنى هراه شمس وغيره وتجي اليوم في اليوم العالمي لكي فعات وتقول للفيسبوك لا أنا نعرف شمس ما الأكثر حيادة منش نحكي على كل وسائل الإعلام في المطلق نعم فما وسيلت إعلامة اليوم شدة قاعدة تهرس الفقوضات مستحية ما فهميش معنى تقول الفيسبوك وصفحات مأجورة حتى نحنا روك إعلاميين كيف نحكي وهاك نتهرسله ونتوقفه حتى نحنا على الفيسبوك ويصير فينا المسخ ولكن خلينا نرجع نحكيه على الـ 48 ساعة اللي صارت واللي عاشت هالبلاد لاحديث على مخطط على إجهاض مخطط برنامج لانقلاب لقلب النظام لتحرك الشارع لرمضان ساخن هل الكلام هذا؟ معنيين بهم بدرجة أولى أنتم كاقوضات حاجات هذه تاخذوها بعين الاعتبار ولا تتعامل فقط مع ورق مع أبحاث شنو اللي فيها؟ حتى واحد مازال مع الطلاع لحد شيء صحيح حتى المحميين مازالوا صحيح ما عنديش جواب طبال ما نعرف انت عان تكتلع قولي لي قولي لي بريد وطلع شو ما عطيني منيش طلبة منيش طلبة حاجات دقيقة عطيني اللي النجمو نعرفوك رائعة الناس اللي تسمع فينا طو شو ينجمو يعرف من حقهم طوفا مش جانب رسمي كان جيت فمانية بعمو مية تتكلم كان جيت العدلية دمشينا لها تكلم دقينيهم البيبين كلتن من هالا استبتوا نحنا ندقوا ندقوا هالا جواب تقولك القضاء مازال مصدرش بطاقات مالفيت مازال وعليه وعليه فهمني خدر الابحاث الاولية مازالت مجد توشنا نعطيك إجراءات ابحاث الاولية تتم وبعد يجي للنيابة العام النيابة تتخذ قرارات من بعد او استكمال الابحاث صح وتخلي النيس بحال تصراح او استكمال الابحاث وتعمل بطاقات إذاعة او تحيل على حاكم التحقيق اذا كان نرتها تكون منها جنايات ليش الناس تحب تأخذ معلومات مازالت على حاجة مازالت موصلش القضاء أصلا من الابحاث الاوليين مازالت ها بك المحامين هم يقولوا مازالنا أصلا ما شفناش اذا كان المحامين اللي هو يحضروا من البداية بعد البحاث ما عندوش وو بك الوقت متاع 48 ساعة لمازالت ما متشافوش ولكن احنا نعرفه مبدئيا والرأي العام يعرف الناس كتتحال على مكافحة الارهابرا فهمك الخمسة يم خمسة يم خمسة يم ايقاف دونك خمستاش من يوم ثابت ايه تحفظ يقرروا بحث البداية ومن بعد تدخل النيابة العامة يتقرر او تحيل على الحكم التحقيق او تستكمل الابحاث وتقرر ان تحيل بحالة صراحة او بحالة ايقاف من بعد وما بين السطور وحاسب ما انا فهمتك انا فهمتك انت تحب تقول انت من حق تقراني كما تحب والمستبع ايضا من حقه يفهمني كما يحب ما علي انت تحب تقول رو اما انا قاعد اقول في الوقاية القانونية رو الايقافات بنجم صارت ضجة بالايقافات اما ما تتفاجئوش كانوا من بعد مش تم اطلاق صراحة اه الناس اللي تشدت مثلا شوف التعميم عند القادم مش موجود كل حالة وحالته كل ملف واحده هاي علش تحالت على الارهاب تحالت على الارهاب شوك مازلت نيبة محرج شوف على مستجدات جديدة او قديمة كان من الفات قديمة طلعت عليها النايب ورات من الصراحة كالي حاجات جديدة ما زلت نيبة مطلعتش وقت اللي انت تقول وانت من كثير الناس اللي طالبت بيحل المجلس الاعلى للقضاء السابق اللي تحل وقت اللي تكتب وتدون وتقول بما معنى ما تبدل شي تحل المجلس جي مجلس على المؤقت القضاء ما فهم شي راي الماكينة الاقديمة هي دونك ما تستنيوش حتى حاجة هي هذك قنيعتي ومتمسك به شنو معنى؟ هذك قنيعتي ومتمسك به ما زلت حركة ما تنتظمش محاسبة بيبقى أنه متبدل شي اشوف الحركة القضاء من قوة التوامو جمدة ستة شهر ما زل الموقع حاجة شي هو العابه وقرب يتم القضاء يوقتي اش هل المشكل في الحركة وانت في الكيميا تتطوع على دوت الريزلتات في الكيميا بنفس المعطيات تتحصل على نفس النتائج معنى تقول نفس الوجوه بنفس المعطيات تتحصل على نفس المهنة المجلس الاعلى المؤقت القضاء العدلي الى حد الان مازال ما تدرش عنه الحركة القضائية متاع السنة القضائية الحالية اللي حقه من سبتمبر هبتت وانتي تعرف موش بايده نعم وانتي تعرف موش بايد المجلس على المؤقت القضاء لا اذا كان فيهم في التنظيم الجديد فمش كون يقترح سلطة اقتراحه والتعيينه والمجلس وثم سلطة الفيتو هي رئيس الجمهورية بينهما توقفت حركة بلوكاج غضاعة المصارح الناس كل بلوكاج وفهم السادة قوضات اللي تعزلوا اللي حبوا ينقلوا انساء ورجال ما نقلوا هم شلتوا فهم قوضات عندهم الحق في التركيا ما ترقاوش التركة الالية او التركة اللي ظلموهم ياسر وقالوا هوا مسجا جديد تنخذ حقوقنا ما زيل المقضاء حتى واحد شيء اللي حد تنقل ولا حس العام الجمعي للقضاء مت ململ متقلق مت ململ كل سيد رئيس الجمهورية يقبل السيد رئيس المساء على القضاء العدلي كل شيء يدور في الاوساط القضائية ان الحركة القضائية جمعة جاية والجمعة جاية يقولوا للقاء الجاية للقاء الجاية كان الجامعة البعض يقوله حتى نتفهموا النا المواعيير الموضعية المواعيير الموضعية لاستقلال القضاء انا عندي تقريب 35 عام في القضاء من الدخولة نسمع فهد وانو طالبوا بتحديد ما يعيير موضوعية الاستقلال القضاء الآن مزالت وذل يقعد بعيد تقاعد تعييرها لنا. في انتظار المعايير الموضعية؟ نعم في انتظار المعيير هذه اسمعنا في عندي وضع المحاكمي لدينا مشغولة يوحدة سيارتها. بعد تحريفين في غير المحاكمي على مسؤولٍ pelامر ومسؤول المسؤول الذي يعتقد حال شغور. يعتقد أن المحاطرة لا تدعي إلى الأ tane بسبب الاستمرار والفياضي لذا شغورات بقاوا فيها الناس طولوا فيها معينين من زمن البعيد من سبعة سنين ومن ثمانية سنين ومن ستة سنين من المنظوم من منظومة العشرية رمادي رمادي غابقة شوية رمادي غابقة قريبة لأسودة رمادي غاب قريبة فرنسية يقول ابن عربي أرى أن الماء يفسده الركود فيصبح آسنا أي متعفنا إذا كان أنت نفس الناس تعطيهم وعطاههم من زمن البعيد لأسباب كما قلتها كما تمسك بقوية لأسباب لا علاقة لها لا بالاستقلالية ولا بالنزاهة ولا بالبوضوع ما تعالق بولاءات وبالمحبات وبظروف شخصية وبانتماءات بمعانتها معلومة فكرية ولا الله يعلم بهم الناس لا يأخذ الأماكن هذيك وإذا كان أنت بتعملش بمفهوم الوظيفة العمومية بمفهوم الوظيفة العمومية ويسموها التداول على المواقع بالمفهوم العام أو السياسي إذا كانت بتعملش روتاسيون وتبدل شوية وإنتي مجلس تعاوية تعاين عنده هذه أكثر من العام إلينا أبسولي موريا فهم حد شيء ما كان على مكان معمل شيء المؤقت للقضاء نحكي لا بقولش معمل شيء ما هبتش الحركة القضائية القضاءات يطالبوا بالحركة القضائية بسد الشغورات بيعتاهم حقوقهم في النقلة وفي الترقية وفي رفع المظارم اللي سلطت عليهم هيئة خالد العياري المقبورة ويسموها هيئة الأولى للقضاء المؤقت الهاية المؤقت الأولى والمجلس المنحل الثاني اللي خلطت عليه جاء جديد ما زين ما عمل شيء إلي طو باش ينصف القضاءات بالنقلة وبالترقية برفع المظارم عليهم وبالنازل قضاءات يحسوا اللي فهم تغيير إلى حد الآن ما زالوا موقع الشيء هذي لماذا؟ معلومة الأسباب لأسلت الحكاية وما زالت الحكاية وستطيع تحديد أنت الكلم اللي تقوله اليوم تقول مدام فم وجوه أو فم قضاءات مع كيف تحترامنا للجميع تقول فم قضاءات تعينوا في المنظومة الأقديمة لا تعينوا على باب الكفاءة على باب الاستقلال وهذا كان أساس العمل وهذا كان أساس العمل هذا ما زالت موجودة اليوم ما تستنيوا اشتغي ما سبق في أغلبية تعينات في المواقع الهامة ما كانت تبنى على الولاء للدولة والجمهورية والقوة العدل في تونس كانت تبنى على اعتبارات أخرى لا علاقة لها لا بالنزاهل لا بالاستقلالية لا بالولاء للدولة وشوف شوف إلا القليلون أخذهم أمريكين باهية وترقييات باهية وهم أهل لها أما الأصل في العمل بتاع المجلس الملعل ومن قبله الهيئة المقبورة هو معاهاته ماتر أكوتاي لهذه المعايير الموضوعية وتفعيل معايير ذاتي فأنت نجب تكون قاضية ممتازة يجيك هو القاضية متربسة عندك ويرقاه رجعها هي عرفتك وموجود عينات في هذا وما زالتت عينات هذه موجودة لليوم عينات المجلس الجديد لم يزال إلى حد الآن ما مست حد شاي في القديم ونجب يكون تقول أنت اللي اعتبارة تخرج على نطاقه اللي هاي نرجع وندوروا للوضع السياس لا 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 القانون جديد مرسوم جديد يعطي أندروادو ريقار أندروادو فيتو مال إذا كان في انتلاك كذا فما جاء أخرى عند الرئيس مال من السلطة التنفيذية عند أندروادو فيتو عند ريقار البلوكاج في الحركة القضائية واضح بما أنه فهم قضاء من القضاء اللي تعزلوا حكمت لهم المحكمة الإدارية دونك بينهم مفروض يدخلوا في الغوطاسون اللي يطلبين سؤال المشكلة اليوم البلوكاج موجود في النقطة هذه والله لا نعرف منتع القضاء والله لا نعرف لا فما حاجة أخرى جزء منه هذلك السير أكيد هذلك جزء منه الموضوع هذلك القضاء مخليف النقطة هذه شو من ينجم يكون مشاكل أخرى ربما عطلت الحركة القضاء ونجم يكون فيه أشياء أخرى من نوع الاختيارات شكوني ولا شكوني شد الموقع هذلك وهذه بتاع شكون وهذه كذا وهذه وأنا أنت تقول بها الاخر يقول لا وين وقضاء المستقل لا ورغم هذلك أنه قاضي ما 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 أنه ما 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 للقيام بالواجب للقضاء هو رسالة وهو شرف وهو نبل هو يجب أن يكون فكتور متعراح للمجتمع التونسي والدولة التونسية ويلزم القاضي دائما يكون محل ثقة المتقاضيين مهما كانوا بما فيهم وأولهم السياسيون عليهم أن يعتقدوا جميعا عليهم الكف عن تقليل من فرضيات استقلالية القضاء التونسي وعليهم الاعتقاد بأن القضاء التونسي وينحاز للعدل وينحاز للدولة وينحاز للجمهورية ومهما كانت التفاصيل ومهما كانت القوانين ومهما كانت الظروف ومهما كانت المؤثرات فالقاضي رهوا حكيم وعادل ورسيرون بورت الموت هذه الحب نقولها ومتأكد منها صحيح فما شواغل صحيح فما بلوكاج في الحركة صحيح فما استغنسيون استغنسيون ركود ركود يصبح آسا أي متعفل ولكن ما زال القضاء سليم ووقف وقايم بدوره وقوم برسالته الوطنية والجمهورية والمدنية والمفيدة للدولة التونسية والاستمراريتها والمجتمع التونسي وفي الختام تعتبره أنه مدام ما تبدل شيء أو ما تبدلتش الوجوه أو بعض الوجوه القادمة ما نستنيو حتى شيء أنت قلت أنا مني أجبتها أنت قلت لا أنا قلت أنا حصلت لي أنت قلت كل في التدوينة أو في التدوينة وهو لا أنا هنا قلت رغم كل التفاصيل رغم القضاءات دائما متفهمين متفهمين دائما مستعدين في كل الظروف يقوم بلسانتهم كما ينبغي وعلي فما تغيير التغيير هذاك بمفهوم الوظيفة العمومية بمفهوم الوقاعة بمفهوم كيفية عمل المجلس الأسبق والمقبورة كذا أنا ما كانتش أمور موضوعية كانت أمور تتعمل على أساس ولايات وفما شكون يدخل يدخل على الخط ويحب القضاء في خدمته والقضاء يترقاوا بشيخة موضوع أنا ما سميش أنا عدي واجب تحافظ ومتعرفوهم كل أطراف سياسية ناس كانت تحكم ولا نسمي هيا نشكون والله كل الموجودين كل الموجودين لهذه يحب يعاون الناس على أمل أنا ذات اليوم يتكى عليهم وتمت الشيء هذاك وكانت المجلس فيه المحامين وفيه العدول وفيه الخبراء وفيه جهات أخرى مثلا تلقى الخبراء أو تلقى اللعد أو تلقى الخبراء أو تلقى سياسية هذي حاجة به ولا خايف والله يدخل في لجان تفكير لتطوير منظومة قضاء حاجة به عليهم المسارات المهنية الحقيقة نراها كان في يد أهل المهنة مسارات المهنية في يد أهل المهنة وذاتك هو أي حقيقة كم الجيش كم الجيش كم العالم كل كم فرنسا كم العالم كل أعطين الدولة كم فرنسا نجم ثم جزء للتفكير وللتشريع ولإيجاد قوانين وتطوير التشريعات المتعلقة بمرفق قضايا حتى يكون نديم القضايا مليم يحصروا الزمان والوقت وعادل وهناك المسارات المهنية المسارات المهنية يستحسن وهذه التجارب الديموقراطية حتى في بريطانيا حتى في أمريكا حتى في فرنسا نحب 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 يعطيني الاستثناء ولا أي إنسان حتى في حلقة أخر يعطيني الاستثناء أنه غير القضايا يتصرف في المسار المهني للقضاء ما فلماش حتى الدولة إلا في لدى منظومة العشرية ما سميت أنت أنت سميتها أنا ما سميت شيء أنا سمي منظومة ما قبل منظومة 24 ومنظومة 25 أنا سميتها غري فونسي شوي لأن لدي لدي أسباب هم يقولوا الباهية ولا يقولوا سوداء هني كنت جري على خاطر فما 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 برشة فما طرف هام وفما طرف طرف كانوا فعالين في العشرية السابقة نحكي على الطرف القوي طرف القوي كان فعال كان مو عندي واجب تحفظ تقوى في الأوف نقول لك حاشي في المباشر تحكي 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 في المباشر وما حتى شي مو نقول تحفظ وما فما حاجة كنت نجم تقوى تفضل كل مساءلات تقوى تقولي الغول كبيرة نقعد نلوج ونحنا واللي يسمعوا فينا يطلبوني ببعض المصر نكملوا نرجع القانون خلينا نستدعاك خليش حاجة في القانون هاكو مش ناخذوا رجل قانون معانا مباشرة في المباشر المحامي الأستاذ عبد العزيز السيد